بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي المشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامج الدعاة الصامتون لا زال الكلام حول بيان الروايات الشريفة التي وردت عن أهل البيت سلام الله عليهم والتي تدعو شيعتهم إلى أن يكونوا دعاة إليهم صامتين وبينا في الحلقات الماضية كيف يمكن للإنسان أن يكون داعيا لأهل البيت سلام الله عليهم وهو صامت وبينا بأنه عن طريق أفعاله وتصرفاته والتزامه بالواجبات واجتنابه للمعاصي يصل الإنسان إلى مقام الداعي إلى أهل البيت سلام الله عليهم في هذه الحلقة إن شاء الله سنبين بعض الروايات الأخرى التي وردت في هذا المجال وبعض الإشارات التي من الممكن أن نستفيدها من خلال هذه الروايات المباركة هناك رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال أشهد لقد سمعت أبي عليه السلام الإمام الباقر سلام الله عليه يقول شيعتنا فيما مضى خير من كان إن كان إمام مسجد في الحي كان منهم وإن كان مؤذن في القبيلة كان منهم وإن كان موضع وديعة وأمانة كان منهم وإن كان عالم يقصد إليه الناس لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم فكونوا أنتم كذلك حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم لاحظوا هذه الرواية الجليلة القدر عظيمة المقام التي وردت عن الإمام الصادق عليه السلام والتي ينقلها عن الإمام الباقر سلام الله عليه يبين حال شيعة أهل البيت سلام الله عليهم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في زمانهم الذين كانوا يعيشون فيه يبين الإمام الباقر عليه السلام بأنه خيرة الأشخاص أينة المجتمع الذي كان واجهة في مجتمعه عندما كنت تأتي وتفتش في دينه وتفتش في عقيدته تجد بأنه كان شيعيا كان مواليا لأهل البيت سلام الله عليهم عندما تأتي إلى الأشخاص البارزين الذين كانوا يتقلدون المواضع الاجتماعية المهمة في المجتمع كنت تجدهم بأنهم كانوا من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم فيعدد الإمام سلام الله عليه بعض هذه الأمور بعض هذه الأمور التي كانت هي واجهة كانت عينة للمجتمع في ذلك الوقت يقول الإمام الباقر عليه السلام إذا كنت تأتي إلى المساجد وتفتش عن إمام المسجد الذي كان يصلي الناس خلفه في هذا المسجد كنت تجده أنه كان من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم إذا كنت تأتي إلى المؤذن الذي كان يؤذن في القبيلة في العشيرة في المدينة كنت تجده بأنه كان شيعيا كان مواليا لأمير المؤمنين عليه السلام إذا كنت تسأل عن الأشخاص الذين من الممكن بأنه تودع عندهم الودائع ويكونون أصحاب ثقة ومحل ثقة للناس بحيث أنهم في حال سفرهم في حال رحيلهم عن هذه المدينة يضعون أمانتهم عنده كنت تجد بأنه لا يوجد هناك شخص أفضل من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم كذلك إذا كنت تبحث عن العالم الذي يقصد الناس إليه في حل أمورهم الدينية والدنيوية كنت تجد بأنه أيضا هذا الشخص هو منتمي لأهل البيت سلام الله عليهم فالإمام الباقر سلام الله عليهم يبين بأنه هذه حالة شيعة التي كانوا في زماني فأنتم كذلك كما بيّن الإمام الصادق عليه السلام فكونوا أنتم كذلك أنتم أيضا يا شيعة أهل البيت الكلام موجه إلى جميع المؤمنين أنتم أيضا كما كان شيعة أهل البيت سلام الله عليهم في زمن الأمة أنتم الآن في زمن الغيبة في محضر إمام موجود حاضر بيننا أنتم الآن شيعة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف فيجب عليكم في هذا الوقت في هذا الزمان يجب أن تكونوا أفضل الناس تكونوا عينة المجتمع تكونون من الأشخاص الذين يشاروا إليهم بالبنان في المجتمع من النوادر بحيث أنه لا يستغني عنكم الناس في قضاء حوائجكم في هذه الدنيا إذا كنتم تريدون أن تبحثوا عن هذه المدينة التي تعيشون فيها يجب عليكم أن يكون منكم إمام الجماعة منكم أن يكون المؤذن يجب أن يكون منكم الإنسان العالم يجب أن يكون منكم الإنسان المتقي صاحب الأمانة صاحب الثقة بحيث أن الناس يثقون به لا تدعوا هذه الصفات الحسنة تذهب إلى غيركم وهم بعيدين عن طريقة أهل البيت سلام الله عليهم لا يجب أنتم أن تكونون عينة المجتمع تكونون الأشخاص البارزين في هذا المجتمع فهنا الإمام الباقر سلام الله عليه والإمام الصادق سلام الله عليه يبينون ويعطون تعليما لجميع الشياء بأنكم يجب أن تكونوا في قمة الناس يجب أن يكون جميع الناس يقتدون بكم أنتم تصبحون مثالاً وقدوةً للمجتمع في جميع الأزمنة في جميع الأمكنة من الأمور التي نستفيدها من هذه الرواية المباركة بأنه العالم لعلوم محمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام لا يختص فقط في أمور الدين بل أن العالم الفقيه المتفقه بفقه أهل البيت سلام الله عليهم هذا الشخص يكون محط ثقة للناس في دينهم ودنياهم وهذا ما بينه الإمام الباقر عليه السلام قال وإن كان عالم يقصد إليه الناس لدينهم ومصالح أمورهم كان منهم الإمام الباقر عليه السلام بيّن بأنه مهمة العالم لا تقتصر فقط على الإجابة على المسائل الشرعية أو الإجابة عن الشبهات التي تطرع على المؤمنين لا العالم بعلوم محمد وآل محمد صلى الله عليه هو عالم بجميع الأمور هو مرجع بجميع الأمور من الممكن أن الناس يقصدونه في جميع حوائجهم سواء كانت حوائجهم للدنيا أو للآخرة الإنسان الذي لديه مشكلة في حياته مشكلة مع أهله مع زوجته مع أولاده مشكلة في العمل أي مشكلة في هذه الدنيا أي معوق له في هذه الدنيا في حياته يجب عليه أن يلجأ إلى العالم بعلوم محمد وآل محمد عليه السلام لأن العالم الفقيه بأحاديث وروايات أهل البيت سلام الله عليهم هو محيط بجميع الأمور محيط بالأمور الدنيوية ومحيط بالأمور الأخروية لأن أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم لم ترد فقط في أمور الآخرة بل أنها كانت شاملة للدين والدنيا لذلك هذا الإنسان الذي يكون على تماث مباشر على مساس مباشر بأحاديث أهل البيت سلام الله عليهم يكون عالما بأمور الدنيا وعالما بأمور الآخرة كذلك من الأمور التي من الممكن أن نستفيدها من هذه الرواية المباركة بأن الإمام الصادق عليه السلام قال حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم لاحظوا هذا التعليم وهذه الوصية وصية عظيمة جدا وفيه تحذير شديد لبعض الأشخاص الذين هم يدعون بأنهم من شيعة أهل البيت سلام الله عليهم الإنسان والعياذ بالله من الممكن من خلال تصرفاته من خلال أفعاله من خلال أقواله يؤدي به أو يكون سبباً في بغض أهل البيت سلام الله عليهم في أعين الناس في قلوب الناس وقد يكون في الطرف الآخر عن طريق أفعاله وأقواله سبباً في تحبيب أهل البيت عليه السلام لدى الناس من الممكن بأنه بعض الناس لا يقصد بأن يبغض أهل البيت عليه السلام في أعين الآخرين أو في قلوب الآخرين ولكن بسبب أن تصرفاته كانت تصرفات خاطئة وأنه كان مرتكباً للمعاصي ومرتكباً للأفعال القبيحة الناس يؤدي بهم هذا الأمر إلى أن يبغضوا أهل البيت سلام الله عليهم والعياذ بالله وهو هذا الشخص لا يشعر بهذا الأمر لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم كيف يمكن للإنسان أن يحبب أهل البيت عليه السلام إليهم إلى قلوب الآخرين كيف يمكن ذلك الإنسان الذي يساعد الفقراء يحن على العجزة يحن على الصغار يوقر الكبار يكون صاحب دين صاحب تقوى صاحب أخلاق حسنة صاحب معاملة طيبة مع الآخرين صاحب عدل في المعاملة بين الآخرين هذا الإنسان عن طريق تصرفاته يحبب أهل البيت سلام الله عليهم إلى الآخرين لماذا؟ لأن الناس يعلمون بأن هذه الأفعال التي يفعلها هذا الشخص ليست من عنده بل هو يتبع إماما ويتبع أئمة نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أخلاقهم فلذلك هو متخلق بأخلاق الأئمة سلام الله عليهم فعندما يجدون الناس بأن هذا الشخص يمتلك هذه الصفات الجميلة هذه الأخلاق الحميدة تلقائيا سيحبون الشخص الذي كان هو الأساس في زرع هذه البذرة الطيبة في نفس هذا الشخص وعلى العكس من ذلك قد يكون والعياذ بالله الشخص بالتصرفاته يجر البغضاء والحقد في قلوب الآخرين على أهل البيت سلام الله عليهم وهو لا يعلم وهو لا يشعر بذلك هذا الإنسان الذي يتعامل بحقد مع الآخرين يؤذي الآخرين يظلمهم يجور عليهم لا يتبع العدل في الحكم بين الناس تراه بأنه يأكل أموال الفقير ويظلم الصغير ويؤذي الكبير لا يسير بسيرة حسنة في تصرفاته هذا الإنسان سيجر البغضاء إلى أهل البيت سلام الله عليهم وهو لا يشعر لذلك يجب على المؤمنين حقيقة بعد سماعهم لهذه الرواية التي وردت عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليه السلام أن ينتبهوا جيدا إلى تصرفاتهم إلى أفعالهم في هذه الدنيا الإنسان ليس حرا بجميع عماله وتصرفاته هذا الإنسان الذي تجدونه بأنه يقولون هذه الادعاءات الجديدة والحديث التي تسمعونها يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الإنسان حر في تصرفاته لا ليس حرا في تصرفاته الإنسان في جميع تصرفاته جميع أعماله جميع السلوكيات التي يقوم بها في هذه الحياة ممكن أن تكون سببا في إضلال الآخرين فكيف يكون حرا في تصرفاته هذا الإنسان الذي يرتكب الموبقات يرتكب المعاصي على مرأة من أعين الناس في الملأ العام يرتكب المعاصي ويرتكب المحرمات ويكون سببا في تجييع غيره على ارتكاب هذه المحرمات هل هذا الإنسان يكون حرا في تصرفاته هل أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه وحده فقط على هذه الأعمال السيئة لا يحاسبه هو ويحاسب جميع من سن لهم هذه السنة السيئة وكان سببا في إضلاله لهم لذلك الإمام الباقر عليه السلام قال حببونا إلى الناس ولا تبغضونا إليهم من الممكن بأن الإنسان بتصرفاته يؤدي إلى أو يجعل الآخرين يحبون أهل البيت سلام الله عليهم ومن الممكن والعياذ بالله بتصرفاته يجعل الأشخاص يبغضون أهل البيت سلام الله عليهم جعلنا الله وإياكم من الأشخاص الذين يحببون الناس بأهل البيت سلام الله عليهم ولا يبغضونهم بهم سلام الله عليهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سلام الله عليهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة